ترجمة نانسي قنقر السلام سسنين و~~~الله برشاء وشاهدون أن معرفة سيدة طوب على طبق سيدة راحة سبحانه وداعا وكمن كانت تحديد مقاعش فيه مقاعش فيه فشاهدت من الغربية ومعه من المل ممعه كبير السحب هذه القوة ضرب مئين وقمت إليه عن الأغلال من المياه وهذا كبير سحب أغلال من المياه أنا أحصى الضربة أليس يحفوها وبعد ذلك سأتفر عليها نحتعب بعد ذلك سأتفر عليها سأتفر عليها المفروض أن تكون موشة مصباح سأتفر عليها لأنها السرعة يجب أن تكون مقدرة موشة 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 او لو يكون البيت يكون اخر شي اعجزهم في جابي جمالك رمبول يستطيعون البيت بس مواضي تالي جاتهم اوامر جاتهم اوامر مثلا ها مو ضار ولا يديش الحجلات اللي عجيتها ها مو بطلع والله لعدماغة احباط الصالح الونامي ها مش هالوشه احسنو طلعت علي دريشة الصالح خام شهف ست pequente يريد فوق الخمس مالي شاب ل lil psycho inward Entre Psych ايه 했어 بسلاحين ايه مسلاحين واعلا ما اعتقد في بعضهم انهم انهم قفوات كم وعلا ما اعتقد في بعضهم انهم قفوات ايه ملتبين محن موعة مملتن مو بحرين اللي مملتن ميجننس طرعتهم من الصالح احد الله مشكلة مو مشكلة ان تكسير الباب حتى الثلالج فتحوها قبل ما يجوني قاعدونا 13 ثلالي 13 13 تبكرها بالحمد احنا بس قزمين دي البيت ما في احد يبقى بس المشكلة دخولة في البيت نت من بيت الوالد هنا وشي بحوا بيت افوي ونطف في البيت ونزروا بعمل البيت وكسروا من الباب مادة افو غير تحوى هاتف ومادة ازةية البيت يديه ونطف في البيت بتحوى اين اصدقائنا ازةية البيت nós انا اصدقائنا نظر الكثير لكي اشدتنا موسى بس باب ما ما نعطيهم فرصات من دشيان نحجار موسى 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 موسيقى وانتهيت من توثيق مداهمة عشرات المنازل في منطقة سترا لحصار تستمر لمدة 12 ساعة من الساعة الواحدة فجراً في 7 يوليو وحتى اليوم 8 يوليو أي 12 ساعة كان ملثمين وزارة الداخلية والمقنعين يتجولون في معظم مناطق سترا في محزة وفي واديان وفي سيحة وأيضاً في الخارجية كلهم كانوا يداهمون المنازل بحسب الرصب من المنازل أفاد الأهالي بأنهم كانوا يدخلون من المنازل يدخلوا الملثمين والمدنيين من المنازل أو في بعض الأحيان يكسرون الأبواب بأدوات حادة وبأرجلهم وأيضاً عندما يدخلون المنازل تم اعتداء على عدد من المواطنين في مختلف المنازل أيضاً تم طلقاً بلا صوتية في أحد المنازل أثناء المداهمة تم اعتداء على أحد المواطنين تم شتم المواطنين ويصفونهم بأوصاف طائفية وشتم الطائفة الشيعية أيضاً تم شتم أهالي سترا أثناء مداهمة المنازل أيضاً تمت مصادرة العديد من المحتويات كاللابتوب والموبايلات والأموال تمت مصادرتها أثناء الاقتحام أيضاً بعد خروج الملثمين من أحد المنازل قاموا بتمزيق إطار أحد السيارات مما يؤكد أنها ثقافة انتقام وليست بحث عن معتقل أو بحث عن شخص تطلبها للجهات الأمنية أيضاً عندما يتم الدخول إلى المنازل لا توجد لديهم قوائم ولا مذكرة قبض ولا توجد لديهم أيضاً قوائم لمطلوبين أو لأسماء يريد يدخلون المنزل ولا يعلمون إن كان في هذا المنزل أم أولاد أم لا دخلوا منازل ليس بها أولاد دخلوا منازل لزوج وزوجته لا ينجبون أولاد ولكن دخلوا المنزل مما يؤكد أنهم لا توجد لديهم قوائم لا توجد لديهم عناوين هي مداهمات عشوائية للبحث عن أي شاب يتم توظيفه لخدمة قضية سياسية وتشويه سمعة المتظاهرين أيضاً في واديان تم اختطاف المصور صادق مرزوب والذي اختطفه بسبب تصويره وتوثيقه للانتهاكات التي تحصل بشكل يومي في سترة وجاء الانتقام منه عبر اختطاف فجر اليوم وهذه أيضاً ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الأجهزة الأمنية باختطاف والانتقام من المصورين فقد سبق أن تم اختطاف أحمد حميدان من منطقة مهزة وأيضاً تم قتل الشهيد أحمد إسماعيل الذي كان يملك كاميرا لتصوير التصوير في البحرين جريمة وبرهن ذلك اليوم عبر اختطاف المصور صادق مرزوب أيضاً مسلسل استهداف أهالي الشهداء لا يزال مستمر أيضاً السلطات في البحرين أقامت بإرسال أحضاريات إلى أبناء إلى والد الشهيد علي المؤمن من أجل اعتقال أخوانه لم يكفي النظام أنه قتل الشهيد علي الشيخ أو عفواً علي المؤمن وقام بتبرئة من قتل الشهيد علي المؤمن أيضاً اليوم يتم استهداف أخوان الشهيد علي الشيخ ويتم مداهمة منزلهم وأيضاً حصل على تهديد مبطن من قبل الملثمين الداخلية عندما شاهدوا صورة الشهيد علي المؤمن قال أحد الملثمين لوالد الشهيد يجب أن تتحمل بالآخرين مما يعني أنك قد ستفقدهم كما فقد الشهيد أيضاً الإحصائية المبدئية للانتهاكات التي حصلت في سترة اليوم هي تم مداهمة أكثر من خمسين منزل حتى هذه اللحظة أيضاً تم اختطاف 12 معتقل وبعضهم تعرض للضرب وثم تم الإفراج عنه ولكن العدد الحالي هو 12 شخص تم اختطافه أيضاً تم سرقة حتى هذه اللحظة ومصادرة أكثر من 300 دينار من مختلف المنازل تم مصادرة أكثر من 30 هاتف من الأجهزة الذكية أو كما يطلق عليه السمارتفون وأيضاً تم اعتداء على ما يقارب 8 إلى 9 مواطنين من مختلف المنازل وبينهم نساء تم اطلق عليهم بقنبلة صوتية والضحك عليهم والسخرية عليهم اشتركوا في القناة